عاد المقدسيون ليملأوا شوارع مدينتهم وها هي أسواق القدس تنبض من جديد بحياة ساكنها هذا يشتري وهذا يبيع هؤلاء الذين يعيشون تحت الاحتلال وفي ظل الفقر وسياسات عنصرية موجهة ضدهم كل يوم فقط لأنهم مقدسيون احتفلوا أمس بانتصار سجلوه بعودة فتح أبواب الأقصى الذي توجهوا إليه بالآلاف الحمد لله الأوضاع مستتبع الأمن وكيف شعور الشارع المقدسي اليوم؟ فرحة كبيرة الحمد لله والله هدول الأربع عشر يوم أنا بقول هم من أعظم أربع عشر يوم مروا على تاريخ فلسطين من أبناء القدس أبناء القدس اللي وحدوا صفوفهم اللي وقفوا وقفة رجل واحد لغطرسة الاحتلال قبل كل شيء بنحمد الله أن هذا الإنجاز كان إنجاز عظيم واليوم بالذات في هذا اليوم رجعت القدس كما يجب وأحسن من أول أمضى المقدسيون أربعة عشر يوما في رباط على أبواب الأقصى ستكتب سطورها في التاريخ بدون شك سطور تحكي قصة شعب أعزل وقف على حقه في إحدى أقدس بقاع الأرض يعتبر المقدسيون اليوم الذي فتحت فيه أبواب المسجد الأقصى يوم عيد فهم تمكنوا من الصمود رغم كل الممارسات ضدهم ورغم قلة حيلتهم ريمة مصطفى العربية القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر